على ذكر المحافظات، ما قدمت المحافظات المحافظات المصرية مثلا؟ محافظة الذقار، نحن في 2019 خلينا لها 600 مليار دينار عراقي كإنفاق استثماري بالإضافة لجانب نسميه جدول المناقلات جيم، نحن خلينا بما يقارب 55 مليار هو تعارق من اللجنة المالية على الناصرية؟ يا سنة هذا الحجش؟ هذا الحجش سنة 19، حسن في هذا الاقتراض ويجد دكتور أحمد الموقف اللي صاره طلعت من اللجنة المالية، إنه خلينا 50 مليار صوتنا عليها القرامة للزراء لا ذقار خاصة، وصوتنا من الواحد ترليون تكون الأولوية للمحافظات اللي ما استطاعت خلال الفترة السابقة بإنفاق وإعلان مشاريعها بالتالي اليوم محافظ ذقار مطالب أمام أهل الناصرية، هذه رسالة أهل الناصرية في 21 ماكو مشاريع جديدة نهائياً، في 21 ماكو مشاريع استثمارية جديدة علي أنه راح يصير دعم للمشاريع والإنفاق الاستثمار المستمر علي أنه ذن الـ 150 أو 160 مليار ضمن قانون الاقتراض أن يعلن جميع مشاريع ذقار ويحولها المقاولين ويبدأ العمل بها حتى تعتبر مشاريع مستمرة في عام 21 تستمر كل هذه المشاريع هذا التأخر بإعلان المشاريع إلى هذه اللحظة شيء غير صحيح بالمطلق راح يفقد ذقار في 2021 أكثر من 300 مليار يعني ذن الـ 160 إذا ما مشن 300 مليار في ذقار 21 ما راح تمشي لحد الآن محافظ ذقار يشترط على المقاولين التوقيع في دائرة كاتب العدل بعدم المطالبة بالحقوق وهو لا يعلم منذ أسبوعين صدر كتاب من وزارة التخطيط يلغي هذه المادة وأن أموال المشاريع متوفرة بنسبة 50% فيه اثنيا بالتالي على محافظ ذقار والإدارة المحلية في ذقار أن تكون متابعة لهذا الملف وهو من أهم الملفات ذقار اليوم تعاني من نقص في الخدمات أموالها اليوم موجودة في وزارة المالية في دارة المحاسبة مراجعة وزارة التخطيط إعلان جميع المشاريع حتى تعتبر هذه المشاريع مشاريع مستمرة في واحد وعشرين وبالتالي راح نحصل على مبالغنا في واحد وعشرين عدم إعلان هذه المشاريع واستغلال ال 160 مليار اللي موجودة الآن في قانون الاقتراض راح يحرم ذقار من 300 مليار مقر لا يلحق يعني إحنا تقريبا طبنا عن نهاية الدعش لا لا المشاريع اليوم مشاريع معلنة يشكل لجنة يشكل لجنة الإعلان والإحالة سريعة جدا من أجل إعلان المشاريع أموالها موجودة حتى تعتبر مشاريع مستمرة إذا ما اعتبرناها مشاريع مستمرة راح نظلم وبسبب الإدارة المحلية اللي يعلها كثير كثير من المؤشرات السلبية وكثير من قادتها اليوم محالين لجنة النزاهة في ذقار عشرين خير بسيد المحافظ أنه يكون أكثر حرصا خلال هذه الفترة